ازايكم يا شباب اخباركم ايه يا رب تكونوا بالف خير النهاردة مع انا موضوع مهم جدا يخص الناس اللي هي عندها مدونات على او الورد بريس ومهتمة تعرف اه عدد المقالات او المواضيع اللي ترشفت عندها على الموقع اه كم موضوع ترشف اه او كم مقالة ترشفت على على الموقع على عفوا على اه جوجل اه النهاردة انا مهتمة بالموضوع ده ان شاء الله نشرح كل حاجة بالتفصيل وازاي نقدر نعرف عددها بالزبط اللي موجود المقالة اللي هي اتقارشفت خلاص وبيجيت اه في متناول الناس اللي هي بتبحث عنها وتلاقيها على محركات البحث طب يا شباب احنا قبل ما نخشف موضوعنا النهاردة دايما بذكرك لو انت اول مرة شوفنا النهاردة وشوف قناتنا قناتنا عبد المعلومات انزل تحت واشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان وصالها كل جديد القناة اول باول بنشرح كل حاجة عن تحسين محركات البحث اه المواقع لو انت مهتم ما تنساش باللايك الجميل بتاعك وكمان الاشتراك بتاعك في القناة بيفرق كتير جدا عشان بيوصلك كل جديد القناة اول باول كنا تكلمنا عن موضوع حل سريع لمشكلة اختفاء المقالات بعد الارشفة اه يعني المقالة بعد ما بتنشرها اه وتصبح في جوجل اه بعد اسبوع او تلاتة ايام او اي يوم مسلا دخلت انت تاني عشان تكشف اه الكلمة المفتاحية وتبحث عن الكلمة المفتاحية اللي انت كنت بتبحث عنها وتلاجعها في جوجل اصبح ان المقالة مش موجودة ده اه بتبقى مشكلة في في بعض الحاجات اللي هي بتبقى مكتوبة في المقالة او الفقرات وجلنا اه زي نقدر نحلها وتكلمنا عن موضوع اه الموضوع ده في حلقة اه قبل كده وانا ان شاء الله هسيب لك رابط الحلقة اسفى الفيديو في الديسكريبشن لو حابب تبص عليها ولا حاجة وكمان ما تنساش انك انت اه تشوف موضوع التنصيق المقال مهم جدا يا ما تيجي تكتب مقالة وانا ان شاء الله هسيب لك برضو تكلمنا في موضوع قبل كده عن الموضوع ده وهسيب لك ان شاء الله رابطين للفيديو دول مهمين جدا انك تشوفهم اه عشان تعرف بس اه انت ماشي صح ولا غلط في المقالة بتاحتك وكمان لو عندك لو عندك مشكلة في اه الاختفاء المقالات بعد الارشفة هتقدر تحلها ان شاء الله بازن الله بعد ما تشوف الفيديو اه اه حل السريعة اه زي ما احنا شايفين كده شباب ده الفيديو اللي احنا اطلقناه اه من جيمة اسبوع تجريبا على القناة طيب يا شباب نخش في موضوع النهاردة النهاردة هوريكي زي تقدر تقارن بين العدد اللي موجود عندك على المقالات وبين المفاهرس عندك في جوجل هليجي نفتح هنا جديد لك كده ونروح على بلوجر تمام او المواضيع بتاعتنا على اه الموقع بتاعنا لاحظوا كده بمجرد ما ان دخلت على طول بيجيب لي الكل هنا وفي عدد الكل معناها ان كل المقالات سوان كانت على المسودات او المقالات اللي لسه ما كملتش اللي انا لسه شغال فيها او المقالات المنشورة فكل هنا معناها ان اجيب لك كل المقالات ما اخدش الرقم ده واروح ابحث اشوف كم اه موضوع اتفارس على جوجل وكم موضوع اتقارشف في جوجل واجه بص هنا لأ لازم اشوف الاول العدد المنشور كام فاجه انا بكل بساطة هضغط هنا وهشوف المشاركات المنشورة اللي هي ميتين وتمانين انا عندي ميتين وتمانين شوف انت عندك كام هتلاقي حاجة اسمها المشاركات المنشورة غير كلمة كل كل بيبقى فرق كبير جدا زي ما انا قلت لك المشاركات المجدولة اللي هي لسه انت شغال عليها لسه ما اتنشرتش وفيه اه بعض الناس بتبقى حتى مقالات زي ما انا حطت عند مقالة علم سودة فيها مشكلة اه بتبقى برضه محسوبة من ضمن الكل فانت اللي انت تبص عليه اللي هو المشاركات المنشورة فقط انا عندي هنا ميتين وتمانين هنشوف دلوقت في بحس جوجل كام مقالة او كام عددها اه كام عدد المقالات اللي هي ارشافة فعليا وموجودة في محركات البحس هنيجي كده نفتح خانة جديدة وبعد كده هنيجي على بحس جوجل تمام وهنيجي كده بكل بساطة يا شباب هنعمل لصك لكلمة سايت او نكتب كلمة سايت بالشكل ده ونحط نقطتين وبعد كده نحط الرابط بتاع المدوانة بتاعتنا هنيجي كده ندخل على مدوانة نبض المعلومات تدخل على المدوانة بتاعتك كده تمام بعد كده بتجيب الرابط زي ما هو كده نسخ وترجع على سرش البحس وتحط الرابط بتاعك بعد النقطتين اللي هما دول تمام الشي العادي لعلامة السلاش الاخيرة دي بتاعت الرابط خلي الرابط عندك بالشكل ده سايت نقطتين هسيب لك الكلمة دي برضو هسيب لك الكلمة دي برضو اسفل الفيديو في الدسكريبشن حابب تخدها بالنقطتين كده نسخ خدها تمام آآ كل ما عليك ان انت بس هتغير رابط الموقع بتاع نبض المعلومات بالموقع بتاعك بس يستحسن ويفضل انك يعني بص آآ تحوش علامة السلاش اللي موجودة في اخر الرابط تمام ما تحطش اي اي مسافات زي كده خالص ما ينفعش تحط المسافات ولا مسلا تيجي هنا تعمل مسافة خالص تمام بعد كده بعد ما يبقى عندك بالشكل ده بتضغط على كلمة بحس تمام ركزوا كده كويس يا شباب علشان بس فيه ناس بتتغرف الرقم ده وفيه ناس بتقول يعني ازاي بيبقى زايد بالشكل ده وانا عندي المقالات لاحظوا كده يا شباب لو انا رجحت كده هلاجي عندي المشاركات المنشورة متين وتمانين آآ مشاركات يعني المواضيع المواضيع المنشورة عندي حاليا موجودة على الموقع وانا نشرها متين وتمانين آآ موضوع تمام طيب لو ان اروحت كده على جوجل تمام هلاجي هنا 289 طيب جوب منين التسعة صفحات دول بكل بساطة يا شباب لو انا نزلت كده بسيط خالص لتحت هلاقي ان في صفحات اللي هي مش موجودة من ضمن المواضيع انا هنا بيقول لك المواضيع بس تمام دي مواضيع بس اللي هي 280 طيب جت منين التسعة صفحات التسعة صفحات بصوا كده سياسة الخصوصية دي صفحة تمام هو ارشافها فحاسبها من ضمن التسعة تمام كلمة تتصل بنا اهي تصل بنا صفحة تتصل بنا برضو من ضمن الصفحات من نحن زي ما احنا شايفين كده صفحة جاري تحويلك اللي هي اللي احنا بنحط فيها الروابط اللي هي الخارجية يعني انت تضغط على روابط خارجي بيعملك جاري تحويلك فبعض الصفحات دي شباب هي اللي بتتحسب من ضمن الرقم اللي هي اللي هو بيبقى مفهرس هنا او مؤرشف فالصفحات دي طبيعي مؤرشفة زائد ان الصفحة الرئيسية بتاعة الموقع يعني انت بتعمل سيرش بحس كده على كلمة سيت بيبقى برضو من ضمن الرابط الرئيسي من ضمن التسعة المحسوبين هنا فانت لو جيت هتلاقي ان الصفحات اللي هي في صفحات مؤرشفة غير المقالات يعني ما تجلاكش اما تلاقي متين تسعة وتمانين صفحة او اكتر بتلاقي ان فيه الاقسام برضو مؤرشفها لك بتلاقي حاجات تانية مؤرشفها لك لكن هو الرقم اللي هو طالما عدى المقالات بتاعتك طالما هنا الرقم الرقم ده حوالي اه متين تسعة وتمانين نتيجة نتيجة بحس تمام اللي هي في سيرش البحس تمام طالما ظهر عندك الرقم ده معدي او مغطي الرقم المشاركات المنشورة هنا تمام يبقى انت خلاص انت ضمنت ان كل المشاركات او كل المواضيع عندك مؤرشفها تمام لو لجيت ان الرقم هنا متين وتمانين ورجحت هنا على سيرش البحس ولجيت متين وخمسين تعرف على طول ان فيه اربعين او خمسين مقالة عندك مثلا اه لسه متؤرشفتش تمام فانت انت قارن هنا بين الرقم المشاركات المنشورة وبين البحس السيط اللي هو اللي انت بحس به عشان تعرف الفارسة او المواضيع المؤرشفة عندك على جوجل تمام كده يا شباب كل حاجة واضحة قدام حضراتكم دي المواضيع اللي هي مؤرشفة اه وموجودة على بحس جوجل طبعا انت تقدر تقارن بالموضوع ده زي ما انا ذكرت لحضرتك بكل بساطة تمام اه ده كان موضوعنا النهاردة ودرسنا النهاردة ما تنساش بالاك الفيديو لو عجبك واي استفسار حابب تسيبه سيب لي في كومنتس في الفيديو وانا ان شاء الله ارد عليك بجرب وقت ممكن بمغرد ما انا بشوف السؤال بتاع حضرتك ده كان موضوعنا النهاردة شكرا لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته